صون الأمانة بالصمت عنها حتى تلك قطرة من دمائكم دفعة من ضباط الكلية الحربية في حمص حملوا اللواء وأقسموا على صون سوريا أمانة حتى آخر قطرة من دمائهم قبل أن تباغتهم مسيرات محملة بالمتفجرات ويتحول المشهد من حفل التخرج إلى هلع تعله صرخات النجدة ومن بين الضحايا مدنيون من أهالي الضباط والمدعوين وزارة الصحة السورية أفادت بأن الهجوم أسفر عن عشرات القتلى والمصابين أما سيرات الإسعاف فسارعت لنقل الضحايا لتتكشف فيما بعد من خلال البيانات المتلاحقة حيثيات الحادثة في سرده للأحداث قال الجيش السوري في بيان إن طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات استهدفت المراسم مع اقتراب نهايتها وزارة الدفاع السورية أكدت أن حفل تخريج دفعة الضباط استهدف من قبل تنظيمات إرهابية مرتبطة بالخارج وتوعدت بالرد بقوة وحزم على ذلك الهجوم الإرهابي وملاحقة منفذية العمل الإجرامي الأمم المتحدة استنكرت الحادثة وعبر الأمين العام أنتونيو جوتيريس عن قلقه البالغ وإدانته لجميع أعمال العنف في سوريا وحث كل الأطراف على احترام التزاماتها لموجب القانون الدولي فيما أعلنت سوريا الحداد لمدة ثلاثة أيام على ضحايا الهجوم الدامي